علّه يكون العام الذي يغاث فيه العراق بعد السنين العجاف التي مرت به هنا في ساحات التظاهرات يزدحم الثوار ليقولوا كلمتهم ويؤكدوا مطالبهم الأساسية بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية ومحاكمة قتلة المتظاهرين يقفون هنا ليحياء ذكر انطلاق الموجة الثانية في الخامس والعشرين من تشرين الأول لثورة تشرين العراقية القوات الأمنية أغلقت الشوارع والجسور المؤدية إلى ساحات التظاهرات بغية منع الجموع المتوافدة للتظاهر من أجل التغيير الشامل في ثورة سلمية ضربت أروع الأمثلة لنيل الحرية ورفض الطائفية والتبعية دون إراقة للدماء لكن الحكومة بقواتها الأمنية وميليشياتها التابعة لإيران كانت ترد في كل مرة بمزيد من القمع والعنف والقتل والخطف الذي لم يعد يثني الثوار عن مواصلة مسيرتهم اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين حذرت أحزاب المنطقة الخضراء وميليشياتها من مغبة الاندساس بين المتظاهرين السلميين بقصد القيام بأعمال تخريبية وتحريضية تسيء إلى سلمية مسيرتهم المليونية ولتحريض القوات الأمنية لاستخدام العنف المفرد ضدهم لغرض إفشال ثورتهم الكبرى وقد مهد لذلك تحريضات زعيم ميليشيا جيش المهدي مقتدى الصدر القوات الحكومية بردع مواصفهم بالوقحين وذوي الأجندات الخارجية في إشارة واضحة إلى المتظاهرين السلميين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان كالمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان حذر من خطورة تكرار الاعتداءات الممنهجة على المتظاهرين السلميين كما أكد ماركس جينيف الدولي للعدالة بضرورة الاستماع لأصوات الشباب في العراق من جنبها طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون كما اتهمت لجنة الأمن النيابية حكومة الكاظمي بعدم جديتها في تقص الحقائق والكشف عن قتلة المتظاهرين وأنها أعلنت مرارا تشكيل لجان للكشف عن قتلة متظاهر تشرين دون أي نتائج تذكر ثورة تشرين حققت أحد أهم أهدافها وهو إحداث التغيير المطلوف في العقل الجمعي للشعب في الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق التي حيى الثوار تشرين الذين انتفضوا لإحياء الذكرى الأولى لمليونية الخامس والعشرين من تشرين الأول عام الفين وتسعة عشر كما ثمنت تضحياتهم ومواقفهم وشعاراتهم المعبرة عن صوت الشعب المظلوم اشتركوا في القناة